نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة بتنسيق مع مكتب التربية والتعليم سلسلة فعاليات رياضية وكرنفالية متنوعة احتفاء باليوم العالمي للطفل والذكر الثلاثون لانتفاقية حقوق الطفل وذلك برعاية منظمة اليونسف وتحت شعار لكل طفل الحق في اللعب لكل طفل كل الحق وفي تدشيل اشاد امين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربو هشل ناصر بأوجه الدعم ومساند المتميزة التي تقدمها منظمة اليونسف للاطفال والانشطة الخاصة بهم في مختلف المجالات لافتا الى ان هذه الانشطة تساهم في خلق بيئة امينة للاطفال وتمكنهم من التعبير عن مواهبهم وابداعاتهم وصقلها وتطويرها والاهتمام بها واضاف ان تنظيم مثل هذه الانشطة والفعاليات تمثل كذلك رسائل محبة وسلامة وتعزز مدميك الحب والولاء والانتماء للوطن في قلوب فلذات اكبرنا وتعزز لديهم كذلك الايمان والتمسك بحقوق الطفولة في كفة المجالات ترجمة نانسي قنقر